السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه أجمعين وصفتنا لنهار اليوم كيكا بالكرامال والموز تخرج بنينا بنينا بالبثاف سهلة واقتصادية وبمكونات جد بسيطة وتحضر في وقت قياسي تحضرها في الأيام العادية أو المناسبات أو كذلك في الصهارات الرمضانية فنتمنى نتمنى تجربوها لأنه صراحة يعني البنة التحاء رائعة جدا وهذا هو شكلها النهائي شاهدكم في الجنة إن شاء الله ما تنسونيش بلايك والاشتراك إذا أول مرة تشوفوا الفيديو ونبدأ على بركة الله عندي هنا يا حبة من البيض غدي نعطيكم المقادير وفي نفس الوقت طريقة التحضير نضف لها ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر كما كنت شوفوا غدي نخلط بالخلاط الكهربائي إذا ما كاش متوفر عندكم يعني فنخلطوا غير بالفويء عادي نضيف عليها ثلاثة ملاعق من الزيت نشعل أولا الخلاط نديرها هيدور ونضيف عليها الزيت إذا نحرك واحد شوية هذا البيض مع السكر ونضيف باقي المكونات الزيت ثلاثة ملاعق كبيرة وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب بالنسبة للمول اللي استعملته فالقطر التاعه أو يعني القياس التاعه 19 سنتيم على 24 سنتيم يعني الحجم التاعه شوية صغير مشي كبير فكل وحدة ندير على حسب أفرد العائلة انتم إذا درتوا في مول كبير فضعفوا المقادير يعني ديروا اثنين حبات من البيض أنا درت حبة واحدة فقط باش ما تجينيش طالعها هاد الكيكا بالساف هنا يضفت قطرات من عطر الكرامال مع ملعقة صغيرة مملوة جيدا من الخميرة خميرة الكيميائية خميرة الحلويات ونضيف الفرينة الفرينة نضيف حوالي نصف كأس من الفرينة فممكن تاخد لكم نصف كأس من الفرينة أو كأس قل 4 يعني على حسب الحجم تاع البيضة هنا نضيف أولا نصف كأس من الفرينة ونشوف هنا فقط راني نزيد نخلط المقادير مع بعدياتهم جيدا بهات الشكل وكما تشوفوا الخليط تغير لونه يعني فقط بهادك العطر تاع الكرامال اللي استعملته اللي ما يكونش متوفر عندها تقدر فقط تستعمل الفاني أو الفاني هنا ضفت الفرينة نضيف لها 4 كأس من الفرينة ونخلطها بهات الشكل يعني اضفت كأس قل 4 من الفرينة وهذا هو القوام اللي غني نحوس عليه ما تكونش سائلة بزاف وما تكونش يعني القوام ما يكونش كاتيف نفرغها في هاد المول كنت تدهمته بالزبدة ورشيته بالفرينة وفي هاد الأثناء كنت شعلت على الفرن يعني مسبقة نراه ساخن ندخل الكيكة لي الفرن يعني ما رديش تاخد وقت طويل بما انه الطبقة يعني بشغلطة بزاف متاع الكيك يتحمل من الأسفل نزيد نشعلها من الفور باش تزيد تتحمل دخلت الكيكة للفرن ونوجد معكم طبقة ثانية هنا عندي نصف كأس من غبرة تشونتية مع نصف كأس من الحليب يكون بارد تقدروا تعوضوه بالماء يكون بارد نحرك أولا شوية بهات الطريقة بشمطر ليش هذه الغبرة ونبقى نخفق أو نضرب الضرب حتى يضعف الحجم التاحة تماما وهذه هي الطبقة الثانية أراها جاهزة لازم كي تطلعوا السحن بهذا الشكل ما تهبط لكمش في هذه الأدناء خرجت الكيكة من الفرن وهي سخوضة نسقيها بحوالي نصف كأس من الحليب الحليب نضيف لها حتى حاجة يعني مباشرة نسقيها بهذه الطريقة وبعد ما بردت للكيكة تماما نضيف لها الطبقة الثانية نتاع الشونتية ونوزحها كامل على وجه الكيك لازم تخليوها تبرد تماما عادو تحطو فيها شونتية وفي الأخير تبقى للطبقة الثالثة هنا كنت عندي حبة من الموز قطعتها شرائح رقيقة بهذا الشكل نوزحها على كامل وجه الكيكة ونضع عليها صلصة الكرامال هذه كنت خدمتها معاكم مسبقا في الفيديو السابق ونضع لكم رابط الوصفة في صندوق الوصفة ريحتها رها ما شاء الله وتخرج بنينة بنينة بالبزاف نحاول نوزحها ندير كمية مليحة ونوزحها كامل على وجه الكيك بعد ما نوزحها كامل على وجه الكيك ندخل المول للتلاجة لكي تشد لي روحها مليح وفيما بعد نتلقا في صحن التقديم وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم تحلية من أروع ما يكون تخرج بنينة بالبزاف فرحتها رها ما شاء الله تحضروها في الأيام العادية أو المناسبات أو الصهارات الرمضانية تخرج بنينة 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 بالبزاف غير جربوها ورجعوا للخبار في التعليقات وفرجة ممتعة وشهية طيبة وشهدكم في الجنة إن شاء الله لا تنسوني شب لايك ودعمي بالاشتراك وما بقى علي نقولكم كل عادة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر